احتشد المئات من الهيئات التدريسية من مختلف المحافظات العراقية في ممثلية وزارة التربية في أربيل للحصول على كتب استثناء لمن تضرر منزله أثناء العمليات العسكرية وقد وضعت آلية وضوابط معين من قبل لجنة وزارية مختصة الهدف من هذه اللجنة هو أولا تقليص المدارس وثانيا استثناء بعض الحالات الضرورية للمعلم المدرسين في جميع المحافظات إذا كانت المدارس فعلا محتاج هذه الاعداد الكل تستثناء إذا كانت فعلا أما إذا الفيض من السابع المستحيلات استيعابها الاعداد تعرف مدارس عندنا في محافظة الأنبار ومحافظات الأخرى هي خالية من المعلمين والمدرسين وبالتالي نسد الحاجة في أربيل والباقي ينتهي العودة المحافظة من كل مسؤول أن ينظر بنظرة الشفقة إلى ممثلية وزارة التربية في أربيل لأن عندنا أعداد هائلة من الطلب النازحين ما يقارب يعني بالتسعين ألف طالب داخل أربيل الكوادر التدريسية في أربيل ينتظرون وبفارغ الصبر حصولهم على كتب الاستثناء فالجميع هنا أكدوا على أنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم المحررة بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة وحرق وهدم منازلهم التي لا يستطيعون إعادة تأهيلها من جديد حقيقة نحن طالبين استثناء للعام الدراسي الحالي لأن عندنا ظرف خاص جدا لطفلة مريضة راقدة بالمستجفى بالعناية المركزة وتستوجب علاجها إلى السنين يعني الطلب ما تستثناء لأن ما عندي لأضل عندي بيت هناك بالمكان مالتي إضافة إلى هذا المنطق اللي أنا بيها كادر طبي ما موجود مي ما موجود يعني مستنزمات الحياة كلما متوفرة من الرطمة أي فما مستنزمات الحياة كلما متوفرة يعني أنا أروح هناك البالحة المجلس البلدي يتخاطب رئيس المحافظة على موضي الكادر الطبي توفت مرة البالحة بالرطمة ماكو دكتور مخدر ما موجود ماذا أروح هناك أنا معايل عندي بيوت ماكو الدنيا أصلا وضع أمان ماكو بالأنبار من الأنبار من المركز الرمادي وضع موزين يعني البار حتى عرض بالطاش نقدر ناخد جهان نوعا وإن نروح على هذا الوضع ما أحد يقدر يروح هذا كل ما بيه ومع بداية العام الدراسي الجديد يبقى مصير آلاف الطلبة هنا في أربيل معلقا بين الموافقة على بقاء الهيئات التدريسية أو عودتهم إلى مدارسهم الأصلية فهل ستنتهي هذه الأزمة بحل يرضي الطلبة ومدرسيهم لا سيما أن مدارس أربيل عموما تعاني من نقص في الملاكات التدريسية بشير الحسن قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر